في تطور ملفت دعا رئيسه الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم نظره الروسي فلاديمير بوتين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات باعتبارها الفرصة الوحيدة لتخفيف حجم الضرر الناجم عن التدخل العسكري في بلاده مضيفا أن الوقت قطحان للالتقاء ومناقشة الوضع لقد أصررنا دائما على المفاوضات لطالما اقترحنا الحوار والحلول المقترحة من أجل السلام ليس فقط لمدة 23 يوما من الغزو وأريد أن يسمعني الجميع الآن خاصة في موسكو حان الوقت للالتقاء حان الوقت للمناقشة لقد حان الوقت لاستعادة وحدة الأراضي والعدالة لأوكرانيا من الواضح أنهم يعتزمون فعل كل شيء حتى تصبح الأزمة الإنسانية في المدن الأوكرانية حجة لتعاون الأوكرانيين مع المحتلين هذه جريمة حرب سيكونون مسؤولين عن ذلك مئة بالمئة